خالد بن سعود الحليبي ان شاء الله اليوم نتكلم عن درس بسيط جدا عن انتشار البكتيريا طبعا هذا الدرس بسيط وصقير جدا تمتاز البكتيريا بانتشار حائل جدا على سطح الكرة الارضية كما تعلمون حتى المواقع التي يصعب تصور وجودها تكون موجودة فيه طبعا في بعض العلماء اكتشفت نوع من الوان البكتيريا يعيش في الصحاري القاحلة يعني تخيل صحراء كبيرة جدا قاحلة لا توجد فيها حياة توجد فيها بكتيريا ومخلوقات دقيقة جدا ايضا في بعض انواع من البكتيريا متحجرة في بعض الصحاري اكتشفوها ايضا تستطيع البكتيريا تعيش في الينبع الساخنة في المياه الحارة جدا تصل الى 200 سنة ايضا توجد في مياه البحر والجبال الباردة والحارة انواع الجبال يعني راح تشوف البكتيريا منتشرة في كل مكان ايضا توجد انواع من البكتيريا تعيش داخل التربة ايضا توجد انواع تعيش داخل جسد الكائن الحي من انسان وحيوان وايضا حتى الجلد ممكن تعيشت ملايين الانواع فوق الجلد للانسان وفي انواع يعني ضارة وغير ضارة وان شاء الله راح تتكلم فيها في مواضيع جدا عن البكتيريا الضارة والمفيتة في الدروس القادمة ان شاء الله الى حين انتهى الدارس كان معكم الباحث خالد بن سعود الحيب نشوفكم ان شاء الله في الدرس اللاحب اشتركوا في القناة